السلام عليكم. مرحبا بكم معي فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في افضل الاحوال. وكيف شاهدتم معي في فيديو جديد وحيال جديدة اليوم غادية مدى وبهات الحيلة ولا بهات الفكرة ديال الليمون اه ولا الحامض والقشور في البرتقال. فا اه كيف كتغفو في الدباء الموسم يعني ديال البرتقال ومتواجد بقطرة فعلاش الله يعني ما نستغلوش هاد القشور ديالو. ونحاولو ان انا نصغبو سكر اللي كيكون من السم بالقشور ديالو برتقال والقشور ديالو الحامض. كناخدو قشورة البرتقال وقشورة الحامض وبطبعات الحال خاصة نحاسو انه ما نكون نزولو هاديك القشورة البيضاء اللي كتكون الداخل فهي كتغطي المرورة. وكن نحاولو ان انا نقطعو قطع صغيرة بحركة. كناخدو كيميا ديالو السكر اللي برينا. يعني غير قرعة قرعة فهي كافية ان انا يعني كنستعملو الكيميا اللي غدا تكفينا باش نسمو الحلويات ديالنا. آآ وكيبقى عنا يعني كيبقى واحد المدة اللي هي طويلة ما كيفسد متاشي حاجة. كناخدو السكر ونحاولو اننا نخلطوه مع القشور ديالو برتقال اللي قطعناهم ارقاق بزاف. ونحاولو اننا نحركو هاداك السكر مع القشورة البرتقال او للقشورة الحامض حتى كنلبسوهم مزيان. كنخليوهم تقريبا كنغطوهم بالبلاستيك الغذائي ونخليوهم كيتشربو بضياتهم حتى كيوالي بحال هكا. يعني بحالكي تسلولينا هادوك القشور ديالو البرتقال. وكيوالي عنا بهالطريقة. كنحاولو اننا نحطوه يعني بحالكة اولها فوق فوق واحد الورقة ديال الطبخ حتى كي نشف لنا كي جف تماما. وهذا باش غادي نرجعو باش كنطحنوه. باش نحصلو على مسحوق ديال السكر اللي كيكون من السم. اه يمكننا اننا نستعملوه في عادية ديال استعمالات نسمو به الحلوة. اه الكيك اه يعني دواز اتاي. اه فيمكننا اننا نسمو به التحليات ديالنا اي حاجة كنستعملو فيها الفاني او لا اه السكر اه فانيلا اللي كنشريو من من على برا فهاد الطريقة او لهاد الوصفة يمكننا اننا نستغنو عليه وكن نحصلو على واحد السكر اللي هو من السم بالبرتقال وبالحامض اللي غنستعملوه في عدة استعمالات. وكيف قلت لكم فيمكن لكم تحتافظو به يعني حتى ستشهر بكي بقى مزيان كفي ان انا ندعو فقاعد ديالزاج هكا وكنحتافو بيه في واحد المكان اللي هو جس ما فيه شرطوبة. فا اه اول حاجة ردينا نستعملو فيها هاد السكر اللي نسمنا هو حلوة ديالوازاتي اللي هي سهلة وبسيطة فكنناخدو واحد كأس لاروب ديالزيت او لا نسب كأس. على حسب الكأس اللي عندكم قداش. ونفس القياس كناخدوه سكر. فهنا اه استعملنا للسكر اللي منسم بالحامض. وغدي ناخدو اه ميتين وحمسين جرام ديالزبدة. وكنناخدو اه الخميرة ديال الحلويات. واحد ملعقة صغيرة. وبالنسبة للسكر هذا اللي من استمبر البورتوقال فكنضيفو واحد ملعقة. عواد ساشي ديال الفاني. كنحاولو ان انا نمشو هاد المكونات كاملة جيدا. وغاد نضيفو الدقيق. فالدقيق كيبقى على حسب الاختية. على حسب يعني اه دقيق ديالكم. لحسب العجين. فكنحصلو على واحد العجين اللي كيكون بحال هكا يعني متماسك بحال شكل ديال آآ غريبة. هذا هو القوام ديال العجين اللي خصنا نحصلو عليه. يعني كندخلو دقيق غريب شوية بشوية. حتى كنحصلو على هاد القوام. كنشكلوها على شكل كويرات. فما عندنا نحتاجو لا يعني لا طابع لاتشي حاجة. نائما يعني نبري نوجدو واحد الحلوة اللي هي سهلة فتا. فما قوش نقوي على ريوسنا آآ قوة آآ تعقيدات. حاولو اننا يعني نحضرو واحد الحلوة بحداك شي اللي متوفر عندنا. اللي متوفرش عندنا الطوابع. فكنستعملو غير هالطريقة بحال هكا. ومن بعد غدي نزينوها آآ وغدي ولي شكل ديالها زوين. من بعد ما كنكملو يعني نديرو حفرة في كل واحدة. كندخلوها آآ الفرن. حتى تحمل وكالطيب. وهنا غدي نزينوها بالشوكولة اللي سبق لنا وضوبناها. يعني اما شوكولة سوداء او لا بيضاء. يمكن لكم دهنو الوجه ديالها غير بالمعبة. ودوزوها في آآ في اللوز اولا في كوكاو اللي كيكون محمر ومهار مش. وكيف شفتم معي فيمكن انا نزينوها اما بآ حبة ديال البندق او لديال اللوز او لديال الكوكاو. فدائما نكون نقول لكم يعني تزين كيبقاء على حسب اللي متوفر في كل بيت. وحسب الاختيار ديالكم. وهكا نكونو حضرنا واحد الحلوة اللي هي سهلة. والزيدة وفي المتناول فما فيهاش مقادر. بزاف نتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي آآ تعليق ديالكم. إلا بغيتو تخطب هذيك الحبة ديال البندق فيمكن لكم تزيدو وتعمروا بالنسبة للحشو. فإلا بغينا نحشو شيء آآ حلوة فمن الافضل انا نديرو الشوكولات في واحد البلاستيك غدائي ونتقبوه حت قيبة صغيرة هكا باش كنتحكمو فيه اكتر. عادي ندوزو باش نحضروا شكل تاني وحتى هو يعني بلا طابع وساهل كناخدو الكويرات ديالنا وكن حاولو ان انا نرشموهم اما بسكين او لا باي آلة اللي تكون حادة. فكن حاولو ان انا نشكلو هاتشكل هذا كيجي ساهل ومن كيدخل الفرن. فا آآ كيتفتح هذي كيجي يعني بحلو غيضة كيتفتح وكيجي شكل ديالها زوين وساهل. فعمرنا يكون عندنا يعني كنقولو لا من ديرش هذي خسنتين ناخد ناخد المراشم او لازميتو فدائما نحاولو ان انا نشكلو الحلويات ديالنا آآ يعني بدون تعقيدات. من بعد ما خلناها مالفرن آآ كنزينوها حتى هي بشوكولات سوداء وزينناها بالمكسارات. هنا آآ كيف قلت لكم فيمكن هنا انا نزينو بحتى الكيك. فاي مقادر ديال الكيك العادي اللي كتستعملو. عوض انكم تستعمو الملوء آآ الفانيلا اللي كتباع يعني في المقسانينوها من المحلات. فيمكن لكم انكم تنسمو الكيك ديالكم بالسكر ديال اللي نسمنا بالحامض اولا بالبرتقال. وهكاك يجي عندكم آآ الكيك يعني الديد والمضاق ديالو آآ مغاير. فهنا آآ حطرنا الكيك بالحامض. وغادي نستعملو يعني كتزين هاد الغلاساج اللي كيكون بسكر سقيل وبعصير ديال الحامض. كناخدو كمية ديال سكر سقيل. كنحاولو اننا ننشوه مع العصير ديال الحامض حتى كنحصلو على واحد الغلاساج. وهو باش كنزينو الكيك ديالنا عموما ديال آآ خصوصا ديال الحامض. هادي نزينو بها الطريقة ونزينو بشرائح ديال الحامض والفراولة. اما بالنسبة الحيلة الاخرى اللي هي آآ الزين ديال الكيك ديال الشوكولة. فهنا عنا الكيك اللي ساملنا فيه شوكولة وزينناه بالغاناش ديال شوكولة السوداء. وكننا اخدو وغادي نزينوه بشوكولة البيضاء اللي كنديروها في واحد سورنج. على هاتشكل هادا ونحاولو ان انا نزينو بطريقة سهلة وبسيطة يعني بدون تعقيدات. كيف كنت لكم اللي ما عندكم شورنجي يمكن لكم تستعملوه واحد البلاستيك اللي كديرو فيه شوكولة ديالكم. وكتحولو انكم ديرو واحد الفتاحة صغيرة. وهكا كتحكمو اكثر في الشوكولة. يعني باش باش انكم تشكلوه على هاتشكل هذا. من بعد ما نديرو بحال هكا نقط صغيرة. يمكن لكم كدلك تبدلو يعني تديرو لتحت القنش ديال شوكولة بيضاء او وتزينو يعني بشوكولة سوداء هاكا آآ يعني كيجي واحد شكل اللي هو مغاير. كناخدو الكردو ممكن نحاولو ان انا كنديرو خطوط على هاتشكل هادا وهكا كنحصل له واحد الكيك اللي هو آآ راقي يعني في شكل ديالو ومميز. وهذا هو الشكل النهائي. هنا باش آآ يعني باش نحضرو الزبدة ديال الكاكاو اللي كندهنو بيها. باكن ناخدو الكاوكاو اللي كن يعني كنحمروه ونحاولو انا ما نحمروش بزاف. وكن حاولو انا ننضيفو له واحد مالقة او لاجوش ديال لبس التمر او للاسل. ممكن لكم تزعملو اللي بغيتو. وكن نطحنو الكل من الافضل انكم تطحنوه واسكون باش كنحصلو على واحد آآ على هاتشكل هادا او لازبدة الكاكاو اللي الدهن آآ فهي كتجي لديدة وكتعجب لوليدات الصغار وحتى الكبرى. يعني وصفة سهلة ويمكن لنا انا نحضروها وكيف كتعرفوا فالمنافع ديال كاكاو غنية عن تارف. هنا غدي ندوزو باش نحضرو واحد الوصفة اللي هي سهلة كذلك ويمكن لكم انكم تحضروها آآ بحال هكال الوليداتكم في العشا وصفة سهلة وبسيطة فكن اخدوش البطاطا وبالخصوصا الى كانت بطاطا البيضاء فكن حاولو ان انا نديرو لها يعني كنشرطوها على هات شكل هذا وكنستفوها آآ فاللاطة اللي غندخلو الفرن اللي كن نفرشو لها آآ ورق ديال الزبدة وكن نحاولو اننا ندهنوها بالقليل من الزيت يا اما النباتية او لا زيت زيتون باش كتتحمر لنا يعني كندخلوها الفرن آآ يعني كالطيب المغلولة النصب طيبة وغادي نسموها بالملح يعني غنديرو لها رشة ديال الملح ورشة ديال الفلفل الاسود هذا كيبقى قطيرة يعني يمكن لكم تقدموها حتى على شكل يعني مو ملاحة للضيف ديالكم فوصفاتيه لو بسيطة ويعني تشكل ديالها كيجيزوين يمكن لكم هاد آآ هاد الشرائح ديال البطاطس تعتمدوهم كأنهم آآ آآ الفم ديال بيزا او آآ عوض العجين ديال بيزا فكنستعملو هاد شرائح ديال البطاطس وكنديرو آآ سلطة ديال الطماطم ونكليكم انكم تحشيوهم باي حاجة بغيتو فكيف شفتو معي فما كنخليوش البطاطا قد تحمل مزاف غير شوية وكننخرجوها باش كنحشيوها باي حاجة عندكم كليكم ديرو يعني بحال هكا الفلافيل في الالوان آآ آآ يعني الشرائح كيتخي آآ الكفتة او اللحم المفروم وكنديرو الجبن ملفوقو ندخلوها الفران قد تحمى ونعودو نخرجوه هادا والشكل اللي كنحصلو عليه. يعني ساهلين وكيجيو قلدات هكا كيعجبو الوليدات الصغار وحتى الكبر. اما بالنسبة للوصفة الاخيرة فا آآ بالنسبة للسالة طفا غادي نحاولو اننا نغيرو من شكل اللي مواجمين كنديرو كناخدو المهجانات دينا وكنحاولو اننا نحمروهم شوية في الزيت وعادا باش غادي ننكبع لهم المسخون ونخليوهم كيتسلقو هاكا كي ياخدو واحد اللون اللي هو آآ يعني بختلف لانهم يبقوا بيضين وكيتحمروا وكيجيو زوينين عادش يمكن لنا انا بعد ما نسلقوهم ونصفرهم يمكن لنا انا نضيفو لهم اي حاجة بغينا وهكا كنحصلو على واحد السلطة اللي هي غنية ونديدة بزاف نتمنى من الفيديو دياليوم يكون للاعجاب ديالكم. يلا عجب لكم فما تنسوش خليولي اكبر عدد ديالي لايك.